كمان من الحاجات اللطيفة لكلنا واخدين بالنا منها في الفترة الأخيرة هناك نشاط ملحوظ جدا في اتحاد كرة القدم بخصوص كرة القدم النسائية النشاط ده الهدف من وراء تطوير هذه الرياضة وهذه اللعبة وطبعا الحقيقة فيه مجود كبير جدا بتقوم بيه الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف كمان على الكرة النسائية بعد ما نكحت مؤخرا في أنها تتفق مع دولة المغرب الشقيقة على إقامة وديتين لمنتخب مصر لكرة النسائية مع نظيره المغربي هيتلعبوا يوم ستة ويوم تسعة من شهر سبتمبر الجاري وافق مجلس إدارة الاتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأول لكرة النسائية تحت قيادة طبعا لست محمد كمال المدير الفني في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا عشرين أربعة وعشرين وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطاب من الاتحاد الأفريقي بيطلب منه فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة قدم النسائية ومنتخب مصر تحت عشرين سنة من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات وقرر بالفعل اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولتين دول وطبعا من اتمنى لهم كل النجاح اللي في الدنيا ترجمة نانسي قنقر